طبعا الضربة القاسمة التي يعني كبدتها هيئة الرقابة الإدارية لوزارة الزراعة أو لسيد وزير الزراعة وهذه القضية الفسادة التي تم كشفها هي القضية الأهم التي تشغل مصر دلوقتي في مجموعة رسائل خرجت من هذه القضية مهمة جدا أن نكشف عنها ونوضحها للناس أولا أن هناك أجهزة رقابية في مصر تعمل بجد واكتهاد ممكن ما تكونش بتتكلم كتير ممكن ما تكونش لها يعني متحدثين طول النهار والليل بيرغوا هنا وهناك ولكن تعمل في صمت وبجد واكتهاد القضية دي ما كانتش قضية سهلة القضية دي خدت وقت طويل من الرقابة من المتابعة من التتبع لوصول أطرافها وتكيفها بالشكل القانوني السليم والدقيق اللي خرج في بيان النايب العام والحقيقة أنه لما الأول حضر النشر كلنا نزعجنا لحضر نشره وما زلت أنا برة الحقيقة أن حضر النشر ده أحيانا بيكون ضد القضية لأنه يعني إحنا من حقنا نعرف حضر التسريب اللي إحنا عايزينه ومش حضر النشر ولكن كان هناك وجهة نظر أنه حضر النشر لأنه اكتشفنا بقى وفهمنا أنه كان متورد فيها أو هناك متهم خلوني أقول متهم دائما متهم فيها وزير وبالتالي كان لازم حضر النشر لأنه واضح أنه حضر التسريب ده بقى صعب جدا جهاز الرقابة الإدارية الحقيقة من الأجهزة التي تعمل بجد واكتهاد في الفترة الأخيرة منذ تعيين السيد لواء محمد عرفان وهذا الجهاز يعني واضح أنه هو شكله تغير أداءه تغير مجهوده تغير في أنرجي مختلفة جعلت مش بس دي القضية الوحيدة اللي اكتشفت لا كان فيه قضايا قبل ذلك وفيه قضايا بعد كده معلوماتنا بتقول أنه فيه قضايا مهمة جدا سيتم الكشف عليها بعد ذلك خلونا نقول إيه هو جهاز الرقابة الإدارية عشان تعرفوا ما هو هذا الجهاز أو هيئة الرقابة الإدارية التي كشفت عن هذه القضية هي هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء تمارس كافة أشكال الرقابة الإدارية والمالية والفنية وضبط الجرائم الجنائية يعني دي هيئة قديمة جدا من سنة 58 هيئة مستقلة سنة 64 صدر قرار بتجميدها سنة 80 وأعيد تشكيلها 82 لممارسة اختصاصها لها حق الاطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين يعني عملت على ضبط 687 جريمة فساد شملت 3000 متهم أحيله للنيابات وحققت للدولة عائد مال دي 926 مليون جنيه نتيجة ما ضبطته من قضايا وفي قضايا تانية زي ما قلتلكم مستمرين في الكشف عنها رئيس هذه الهيئة التي عين بها أخيرا أو رأسها أخيرا طبقا للقرار الجمهوري هو اللواء محمد عرفان جمال الدين من موليد 56 باكالوريوس علوم عسكرية 77 باكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 82 ويعني تدرج في عدد من المناصب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالوقصر نائب رئيس مكتب الرقابة بالأسكندرية والحيانة أعتقد حسب معذك ورجوده في الأسكندرية كشف مجموعة من قضايا الفساد كانت مهمة جدا بأسماء كبيرة جدا يعني مناصب كبيرة جدا كثيرة تدرج بها مناصب رئيس قطاع الأمانة العامة ورئيس قطاع العمليات الخاصة بالهيئة حتى صدر له قرار السيد الرئيس بتعيينه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية هذه الهيئة الحقيقة بتشتغل في صمت شديد يعني مش من الهيئات اللي كل يوم في بيان كل يوم في قصة كل يوم في رئيسها مثلا بيطلع في حوار يقول حاجات يحصل لا هي تعمل في صمت لكن واضح أن فيه اجتهاد معلوماتي بتقول أنه أيام طويلة جدا من العمل الدقوب لهذه الهيئة بنحييها لأن يعني هي تثبت لنا أن مصر بها رجال يعملون بجد واجتهاد لاكتثاث رؤوس الفساد رجال لا يخافون إلا الله رجال همهم الأساسي هو مستقبل هذا البلد وهو سلامة هذا البلد دي أول رسالة أن في مصر أجهزة مهمة تعمل على مواجهة الفساد وعلى فكرة القضية دي ما كانتش سهلة لأن فيها وزير قضية ما كانتش سهلة على الإطلاق فيها مؤامات سياسية فيها قصة كبيرة ولكن واضح أن القرار السياسي كان قرار واضح وقاسم ومهم ما فيش مش هنتكلم اعمل شغلك قم بعملك وهو ده بلا نقاش ومرة أخرى خلوني أقول أنه يبقى المتهمون متهمون حتى الأمر القضائي أو الحكم القضائي وده ما تعلمناه من القانون والقضاء وهو ده اللي تعلمناه في هذه القضايا الرسالة الثانية هي رسالة لكل المسؤولين الحقيقة يعني ممكن يكون القبض على وزير الزراع السابق وما حدث له رسالة يعني ما كانتش يعني كانت ربما اعتبرها البعض للوزراء فقط لا أنا أظن أن الرسالة الأهم هي المسؤولين الأصغر لو أنت ناوي تعطل شغل الناس لو أنت ناوي تعطل مصالح الناس لو أنت ناوي تعطل أمور الناس بدعوة أنه لا 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 أنا مش حمزي على ده لحسن ده يوديني في دهية لا 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 أنا مش حمزي على ده عشان كذا مصالح الناس القانونية يجب أن تسير لأنه هو ده الفساد لو بنتكلم على فساد المال فإحنا بنتكلم على فساد أكبر والفساد تعطيل أعمال الناس هو ده الفساد فلو أنت ناوي وأنا هنا بتكلمه الحقيقة بقول إن مرة أخرى قانون الخدمة المدنية هو قانون ضد الفساد وبالتالي هو قانون سيبقي الأكفأ فقط وحيبقي فقط الناس اللي بتمشي مصالح الناس أما اللي ممشوش مصالح الناس فنتيجتهم هي الخروج اللي بيعرضوا هذا القانون فاهمين كويس قوي إن النتيجة ده هو تقييم محترم لأداء الموظف العام وهو ده اللي هم مش عايزينه هم مش عايزين تقييم محترم لأداء الموظف العام هم عايزين تقييم أوتوماتيكي كله نعطى المصالح الناس بس إحنا نترأى نوقف حال الناس ونقرفهم بس إحنا نكمل في سكتنا قال لا ده مش هيكمل تاني القضية دي فيها رسالة أخرى مهمة إن الفساد مش بس هو الفساد المالي والحصول على رشن الفساد الحقيقي هو تعطيل مصالح الناس بقصد الحصول على رشن رسالة التالتة البوقية لكل الأجهزة الرقبية أتمنى إن احنا ننزل تحت ننزل ليه الفساد الصغير هو ده الفساد اللي بيوجع الناس هو ده الفساد اللي بيحسس الناس أنه لا توجد عدالة ولا يوجد عدل هو ده الفساد اللي بيحسس الناس أنهم لازم يدفعوا فلوس لا إحنا عايزين نبتدي من تحت عايزين أنا عارفة أن ده موضوع صعب جدا ولكن أنا بشجع المواطنين أنهم يبلغوا بقى أشجع أيضاً بتمنى من الأجهزة الرقبية أنها تعمل من أسفل من الموظف الصغير اللي بيوقف ورقة مواطن صغير مثلاً ياخد شهادة ولا مواطن ياخد حق حق ويعطل يعطل مصلحته لأنه يريد باطل إحنا عايزين نوقف ده لأنه هو ده الفساد الشفافية الممارسة المهنية كل ده هو اللي بيحقق استثمار أفضل يحقق مجتمع أفضل يشعر بالعدالة وفي النهاية يحقق تنمية الاقتصاد ولكن رسالة مهمة هي تحية لرجال هيئة الرقابة الإدارية على كل المجهود الذي قاموا به في صمت وهدوء بيرغوش كتير لكن في صمت وهدوء قاموا بهذا العمل المحترم اللي كلنا كشعب مصر كلنا بنحييهم عليه